موسيقى الرئيس السيسي يشهد اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية والكليات العسكرية جذباً الاستثمارات الأجنبية المباشرة مدبولي يشهد التوقيع على مذكرات تفاهم لإنتاج الهايدروجين الأخضر ومشتقاته ولفروف يتهم حلف النيتو بالتخلي عن النهج الدفاعي ويعتبر أوكرانيا أرضاً مناوئة لبلاده بسبب سلوك الحلفة أثالثة بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جرانيش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري تحية لكم شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بالأكاديميات العسكرية التي تشمل الكلية الحربية والكلية البحرية والكلية الجوية وكلية الدفاع الجوي وكذلك الكليات العسكرية التي تشمل الكلية الفنية العسكرية وكلية الطب بالقوات المسلحة والكلية العسكرية التكنولوجية حيث كان في استقباله بمقر الكلية الحربية الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس شاهد عبر منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية بالأكاديمية والكليات العسكرية كافة البيانات الخاصة بكل طالب والدرجات التي حصل عليها وذلك وصولا لكشف الهيئة وأعرب رئيس سيسي عن تمنياته للطلبة المتقدمين بكل التوفيق والنجاح لنيل شرف الالتحاق بالمؤسسة العسكرية العريقة واكتياز الاختبارات التي تتم وفق أحدث المعايير العلمية الدقيقة بكل حيادية وتجرد التي تتمسك بها القوات المسلحة في انتقاء أفضل العناصر من شباب مصر الواعد ليكونوا الدرع الحصين للوطن بجانب زملائهم في أكاديمية الشرطة مشددا عليهم بأن يكونوا قدوة لجميع شباب وأبناء مصر باعتبارهم جزءا أصيلا من المجتمع وقد ناقش رئيس سيسي الطلبة المتقدمين للأكاديمية والكليات العسكرية من خلال حوار مفتوح بشأن أهم التحديات والقضايا الإقليمية والشواغل الدولية وعلاقات مصر الخارجية وكذلك جهود الدولة على المستوى الداخلي في إطار التنمية الشاملة أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك متابعة يومية لجهود الوزارات المعنية في توفير مختلف أنواع السلع وذلك بتنصيق مع الاتحادات والغرف التجارية المختصة في محاولة من الحكومة للتخفيف قدر الإمكان من وطأة التدعيات السلبية للأزمات العالمية التي نشهدها مع العالم في الفترة الحالية رغم ما تتكلفه الدولة من عبء كبير خلال المرحلة الراهنة جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي الذي عقده مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث أعرب رئيس الوزراء عن سعادته لتوقيع عدد من الاتفاقيات بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات اتداء وعدد كبير من الشركات العالمية لفتح مقارات لها في مصر أو زيادة حجم استثماراتها كما تطرق مجبولي أيضا للزيارة التفقدية للرئيس السيسي لمقر أكاديمية الشرطة وحضور اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين مشيرا إلى أهمية هذه الزيارة في التأكيد على ضرورة تطبيق المعايير الموضوعية في اختيار الطلاب يمكن الحقيقة طبعا جزء لا يتجزأ من هذا العالم وبتتأثر بتدعيات الأزمة القاسية جدا اللي احنا كلنا أكيد بنتابع تطوراتها وتدعياتها على مدار اليوم والساعة على مستوى العالم كله ويمكن الحقيقة يمكن أن النهاردة حابب أن احنا وإحنا بنتكلم مع بعض عايز أتكلم على إطار مستويين مستوى يعني رؤية الحكومة إيه وهي بتتعامل مع الأزمة دي الحكومة في خطة لديها وبتتحرك في إطار هذه الخطة ولا لأ؟ والحاجة الثانية إحنا بنتحرك إزاي علشان نوفر كل الخدمات اللي المواطن محتاجها وبنتعامل إزاي مع الأزمات اللي ممكن كل شوية بتظهر في إطار ممكن أن يبقى فيه ارتفاع بعض الأسعار لبعض السلع أو اختفاء حتى بعض السلع من حين لآخر وإزاي إحنا بنتعامل في هذا الشأن لكن خلينا أتكلم في الأول في إطار رؤيتنا إحنا كحكومة بنتحرك إزاي في هذه الفترة ويمكن أنا حابب أن أذكر حضراتكم بالمؤتمر الصحفي اللي الحكومة عقدته في منتصف مايو العام الماضي العام الحالي أنا آسف لما بدأنا وكان ده بناء على توجيه فخامة الرئيس تتذكروا في مؤتقة في إفطار الأسرة المصرية في رمضان إن الحكومة تعقد مؤتمر وتعرض فيه رؤيتها هتعمل إيه في إطار الأزمة الكبيرة اللي كانت موجودة بالفعل إحنا في 15 مايو عملنا هذا المؤتمر وأعلننا ساعتها عن مستهدفات إحنا كدولة بنستهدفها على مدار عام إن إحنا ننفذها تابعنا مع حضراتكم جزءا من المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي والذي نوه فيها عن جهود الحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر حيث شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي توقيع سبع مذكرات تفاهم بشأن بدء الدراسات الخاصة بمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته جاء ذلك خلال اجتماعه بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة وأشار مدبولي عقب توقيع مذكرات التفاهم مع مسؤولي وممثلي التحالفات والشركات العالمية والمحلية أشار إلى جهود الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمحلية خاصة في مجال إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة والسعي نحو وضع مصر كمركز لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة باعتباره وقود المستقبل مدفوعا بدعم القيادة السياسية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة كما شهد رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون في مجال إعادة هيكلة التطبيقات الحكومية بمنظومات الشركات والمنشآت والحماية الاجتماعية والثروة العقارية حيث شهد مدبولي توقيع بروتوكول التعاون الأول في مجال إعادة هيكلة التطبيقات الحكومية بمنظومة الشركات والمنشآت والذي يهدف لتعزيز استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتهما لتطوير واستحداث خدمات الشركات والمنشآت المركبة المقدمة للمواطنين كما شهد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التوقيع على بروتوكول التعاون الثاني في مجال إعادة هيكلة التطبيقات الحكومية بمنظومة الحماية الاجتماعية ويهدف البروتوكول إلى تعزيز استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتهما للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه بأشكاله المختلفة من الدعم سواء الدعم السلعي أو النقدي أو السكني وعدم الازدواجية وتسهيل عمليات الرقابة والتوزيع وآلية التنفيذ من خلال نظام رقمي شامل لربط جميع الجهات التابعة لخدمات منظومة الحماية الاجتماعية كما شهد أيضا رئيس مجلس الوزراء التوقيع على بروتوكول التعاون الثالث في مجال إعادة هيكلة التطبيقات الحكومية بمنظومة ثروة العقارية يهدف هذا البروتوكول إلى تعزيز استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطبيقاتهما لتطوير واستحداث خدمات ثروة العقارية المركبة المقدمة للمواطنين سواء الأفراد أو المنشآت الحكومية أو المجتمع المدني بشكل أبسط مع حصر وإدارة ثروة العقارية باستخدام رقم قومي موحد لقطعة الأرض والعقار والوحدة والشارع يساعد على الربط وتكامل البيانات الخاصة بكل منها من خلال نظام رقمي شامل لربط جميع الجهات التابعة لخدمات منظومة الثروة العقارية كما شهد مدبوليا التوقيع على بروتوكول تعاون بشأن تطوير مجموعة من الخدمات الرقمية المقدمة للمصريين العاملين بالخارج يأتي ذلك في إطار حرص القيادة السياسية البالغ على تحسين جودة نطاق الخدمات المقدمة للمصريين المقيمين بالخارج وتوسيعها وتعزيز أواصل الروابط بينهم وبين وطنهم الأمة هذا ويستهدف البروتوكول أيضا إنشاء قاعدة بيانات للاستفادة من خبرات الشباب والعلماء المصريين بالخارج في جميع مجالات التنمية وإتاحة وتسهيل الوصول للخدمات المقدمة لهم وتوفير جميع الامتيازات المقدمة من مختلف الجهات الحكومية عبر المنصات الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء عقب الاجتماع الأسبوعي أكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك خططا مدروسة للتعامل مع هذه التحديات وأضاف مدبولي أيضا أن أكبر تحدي يواجه الحكومة حاليا هو توفير موارد من العملة الصعبة عايزة أقول هنا لما عملنا هذه الوثيقة كان هناك توافق تقريبا يعني نقدر نقول 65-70% على مسودة الوثيقة قبل ما نطرحها للحوار المجتمعي مع القطاع الخاص النهاردة مع الحوار المجتمعي إحنا تجاول نسبة التوافق الـ 85% يعني في تقريبا أخذنا الغالبية العظمة من تساؤلات واستفسارات وتحفزات القطاع الخاص على الوثيقة وأدرجناها معانا في الوثيقة في سورتها النهائية الدولة النهاردة يمكن حضراتكم أكيد بيتتابعوا الحمد لله أداء البورصة المصرية بيشهد شكل إيجابي عن الفترة السابقة وده في إطار الحقيقة القرارات اللي خدناها كقرارات تنظيمية وقرارات طلعت بيها هيئة الرقابة المالية مع البورصة والنهاردة الحقيقة فيه يعني تنصيق كامل ما بين الجهتين على أساس أن احنا يعني يحصل تعافي وتنشيط لهذا السوق باعتباره أنه هو سوق مهم جدا والحمد لله النهاردة هو فعلا بنتحرك فيه بصورة جيدة جدا الدولة المصرية أعلنت عن خطة للاستفادة من أصولها اللي موجودة وشغلين عليها بالفعل منذ هذا التاريخ سواء من خلال أنها هتبقى فيه خلال طروحات هتطرح على خلال الربع الأول من العام القادم إن شاء الله أو يعني مجموعة من المشروعات اللي بندخل فيها الشراكة مع المستثمرين استراتيجيين والقطاع الخاص ويمكن الكلام ده بيحصل على مدار الساعة وعلى مدار اليوم علشان فعلا يعني نرفع من كفاءة الاستفادة من أصولنا ونوفر عملة أجنبية لهذا الموضوع عشان نحن نقدر أن نحن نتحرك في هذا الشكل دشن مجلس الوزراء رابطا على موقعه الإلكتروني لتلقي طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على الرخصة الذهبية والتي أطلقتها الحكومة لتيسير إصدار تراخيص المشروعات وتشغيلها خاصة العاملة في مجال الصناعة وشدد مجلس الوزراء على أن هذه الخطوة تأتي استكمالا لإجراءات تتشين منظومة الرخصة الذهبية لتسهيل آلية الحصول عليها بشكل إلكتروني بما يعمل على تسريع حركة الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال أمام المستثمرين وحل مشكلتهم تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال توحيد وتبسيط الإجراءات والتراخيص المطلوبة لبدء أنشطة المستثمرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمية حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 691 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت قرابة 896 طن مواد غذائية وغير غذائية في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 158 طن كما تم ضبط 57 طن أسمنت واحد تسليح في مجالي الحجب والبيع بأعلى من السعر الرسمية لمواد البناء وفي مجالي حجب الأرز الشعير والأبيض والبيع بأعلى من السعر الرسمية للأرز الأبيض تم ضبط قرابة 636 طن كما تم ضبط قرابة 103 أطنان في مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأعلى من السعر الرسمية للسلع الغذائية أما في مجالي قضايا المخابز تم ضبط 925 قضية من بينها 226 قضية خبز ناقص الوزن و254 قضية خبز غير مطابق للمواصفات إلى الأردن حيث عقد الاجتماع الوزري لآلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق على مستوى وزراء الخارجية والذي تستضيفه عمان وأوضح بيان مشترك للدول الثلاث أن وزراء الخارجية الثلاث سامح شكري ونظيريه الأردني أيمن الصفض والعراقي فؤاد حسين ناقشوا مجالات التعاون المختلفة وأكدوا ضرورة العمل على تفعيلها وإنجاز ما تم الاتفاق عليه سابقا وأضاف البيان أن الوزراء الثلاثة باحثوا العديد من القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وأكدوا استمرار العمل والتنسيق والتشاور في جهودهم لحل الأزمات الإقليمية وخدمة القضايا والمصالح العربية وبما يحقق أمن واستقرار المنطقة هذا واتفق الوزراء على أن يتبع اللقاء اجتماعات قادمة تحضيرا للقمة الرابعة التي ستستضيفها مصر في إطار آلية التعاون الثلاثي العام القادم شدد سامح شكري وزير الخارجية على أن آلية العمل الثلاثي التي تجمع مصر والعراق والأردن هدفها تعزيز الروابط القائمة بالاعتماد على التكامل بين الدول الثلاثة في مؤتمر صحفي ثلاثي وعقب المحادثات التي جرت في عمان قال شكري أن التضامن والعمل بين الدول الثلاث يحقق المصلحة والأمن والاستقرار بالمنطقة فضلا عن تعزيز الفرص الاقتصادية آلية العمل الثلاثي آلية في المقام الأول الهدف منها هو تعزيز الروابط القائمة بالفعل فيما بين الدول الثلاثة الاعتماد على التكامل الذي يقوم فيما بينهما والفرص المتاحة الاقتصادية وأيضا المجال للتنسيق والتبادل الرؤى اتصالا بالقضايا الاخليمية ولتحقيق الاستقرار والعمل المشترك على تحقيق المصالح فيما بيننا نحن بفضل توجيهات القادة نعمل على توثيق هذه العلاقة على استكشاف مواضع التعاون التي تسب في مصلحة شعوب البلدان الثلاث ونستمر في أيضا العمل على التنسيق الوسيق ودعم العراق وحول الأمن المائي المصري وجه سامح شكري الشكر العميق للعراق والأردن على ما تلقاه مصر من دعم وتأييد قوي لأمنها المائي وقال شكري أن تلك المواقف تؤكد التضامن والإدراك الكامل لما تشكله القضية من أهمية للشعب المصري نتوجه بالشكر العميق لكل من العراق والأردن على ما نلقاه من دعم وتأييد قوي للأمن المائي المصري هذه مواقف سابتة مواقف نعتز بها مواقف مؤكدة للتضامن والإدراك الكامل لما تشكله هذه الخضية من أهمية بالنسبة للشعب المصري ومن جانبي أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفض أن مصر والعراق والأردن تعمل على تعزيز قدراتها لمواجهة العديد من التحديات الإقليمية والدولية وأكد الصفض أيضا أن الدول الثلاثة مستمرة لمزيد من التعاون والتنصيق لتكون نموذجا للعمل العربي المشترك اجتمعنا اليوم في إطار عملنا المستمر لتفعيل آلية التعاون الثلاثية التي انطلقت أساسا للبناء على ما يجمع بلادنا من تاريخ مشترك ومصالح مشتركة وبهدف أن نعمل بشكل عملي منتج لزيادة التعاون بما ينعكس خيرا على بلادنا وعلى منطقتنا بشكل عام وعبر منهجية عملية تحقق التكامل الاقتصادي وتعطي الفرص على قاعدة من النفع المشترك وبما ينعكس أيضا على سعينا المشترك زيادة التعاون الإقليمي وفي المؤتمر الصحفي الثلاثي المشترك أكد وزير خارجات العراق فؤاد حسين أن بلاده تعاني من التدخلات الخارجية وأضح حسين أن الاجتماع الوزاري الثلاثي مع نظيريه المصري والأردني تركز على الحفاظ على سيادة العراق ووحدته ودعمه فيما يعانيه من أزمات هناك تحديات كبيرة تواجه هنا كما ذكر تحديات لا علاقة بالأمن الغذائي أمن الدوائي أمن الطاقة هذه التحديات لأنها تحديات كبيرة وتتخطى الحدود الوطني نحتاج إلى علاقات تقليمية ودولية لكي نواجه هذه التحديات درسنا هذه المسائل وسوف يتم عقد اجتماعات قادمة سواء في بغداد أو في أماكن أخرى ونتطلع إلى القيمة الثلاثية في القاهرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يبدأ الرئيس الصيني شي جيمبينغ اليوم زيارة رسمية إلى السعودية تستغرق ثلاثة أيام وقد ذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه سيتم توقيع اتفاقات مبدئية بأكثر من 29 مليار دولار خلال قمة سعودية صينية هذا الأسبوع مضيفة أن برنامج الزيارة سيتضمن حضور رئيس الصين قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية وقمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية وذلك بمشاركة قادة الدول الخليجية والعربية إلى تطورات الأزمة الأوكرانية حيث صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن أوروبا وواشنطن رفضت مقترحات روسيا حول الضمانات الأمنية في نهاية 2021 جاء ذلك خلال كلمتي في فعاليات منتدى دولي في موسكو حيث أكد لافروف أن النيتو ينتهك التزامات مجلس الأمن والتعاون في أوروبا وينتشر في المحيطين الهندي والهادئ لافتا إلى أن النيتو قد تخلى عن النهج الدفاعي مع توسعه خمسة أضعاف ومؤكدا أن أوكرانيا أصبحت تدراعا للغرب وأرضا مناوئة لروسيا بسبب النيتو اقترحنا بتوقيع اتفاقية حول الأمن الأوروبي ولكن تم رفض ذلك بشكل غير مهذب حتى ومع ذلك سمرينا بمحاولة الحصول على ردود بشأن الأمن الأوروبي وقالوا لنا أن فكرة العقود الملزمة قانونيا يمكن أن لا تستمر لأن الضمانات الأمنية يمكن تقديمها فقط لأعضاء حلف شمال الأطلسي الناتو وهذا كان في منتصف السنوات العشر من الألفية الجديدة التزامات ونهج حلف شمال الأطلسي أصبح اليوم ليس فقط في أوروبا وإنما هناك مناهج جديدة وهي مسؤولية الناتو التي تنتشر في منطقة المحيطة الهندي والهادئ أعلنت الولايات المتحدة أنها لا تسعى لتمكين أوكرانيا من تنفيذ ضربات خارج حدودها وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجيات الأمريكية نيت برايس أن المساعدات العسكرية الأمريكية تدعم العمليات العسكرية الأوكرانية على أراضيها فقط وليس خارج حدودها نقطة نظام تحاول الولايات المتحدة وضعها للصراع العسكري المشتد بين أوكرانيا وروسيا بعدما أكدت واشنطن أنها لا تشجع كييف على تنفيذ ضربات داخل الأراضي الروسية وذلك ردا على تعارض قواعد عسكرية بالعمق الروسي لهجمات يسود اعتقاد واسع النطاق أن كييف نفذتها المتحدث باسم وزارة الخارجيات الأمريكية نيت برايس شدد على أن بلاده ليست بصدد تمكين أوكرانيا من تنفيذ ضربات خارج حدودها لافتا إلى أن المساعدات العسكرية الأمريكية تدعم العمليات العسكرية الأوكرانية على أراضيها فقط وليس خارج حدودها روسيا كانت أعلنت الاثنين مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة طائرتين بأضرار في هجمات شنة على ثلاث قواعد في العمق الروسي ويعتقد خبراء أن أوكرانيا اخترقت المجال الجوي روسي بواسطة مسيرات من الحقبة السوفيتية وليس بواسطة تجهيزات عسكرية غربية تقارير صحفية أمريكية تعزز من التوجه الأمريكي نحو عدم اتساع الحرب جهة الأراضي روسية حيث كشفت صحيفة والستريت جورنل أن الولايات المتحدة عدلت منظومات صوريخ هيمارس التي زودت بها أوكرانيا والتي يعتقد أنها قلبت الموازين في ساحة المعركة بما يحول دون استهداف أراضي روسيا بها الرئيس الأمريكي جو بايدن شدد على أنه لا يؤيد تزويد أوكرانيا بقدرات صاروخية بعيدة المدى حوفا من تصعيد قد يقحم الولايات المتحدة في مواجعة مباشرة مع روسيا تعتزم بلاروسيا نقل معدات وقوات عسكرية قالت أنها تأتي في إطار تدريبات لمكافحة الإرهاب يأتي ذلك وسط مخوف من أن تشن روسيا هجوما جديدا على أوكرانيا انطلاقا من أراضي حليفتها وقد صرح مجلس الأمن في بلاروسيا أنه خلال هذه الفترة من المقرر نقل معدات عسكرية وأفراد من قوات الأمن الوطنية وأضاف أنه سيتم تقييد حركة المواطنين على طول بعض الطرق العامة والمناطق وسيجري التخطيط لاستخدام أسلحة مقلدة لأغراض التدريب قال المتحدث باسم الكريملين ديمتري باسكوف أن بلاده تبحث خيارات مختلفة فيما يتعلق بكيفية الرد على مسألة فرض سقف لسعر النفط الروسي دخل السقف السعري للنفط الروسي والذي حددته مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى والاتحاد الأوروبي وأستراليا عند 60 دولارا للبرميل دخل حيز تنفيذ يوم الاثنين في محاولة للحد من قدرة روسيا على تمويل عملياتها العسكرية في أوكرانيا حذرت الأمم المتحدة من أن القصف الروسي للمنشآت منشآت الطاقة الأوكرانية تسبب في مستوى جديد من الاحتياجات الإنسانية للسكان أعربت المنظمة الأممية عن قلقها من حدوث عمليات نزوح جديدة بسبب الافتقار للتدفئة في مناطق ستنخفض فيها الحرارة قريبا إلى 20 درجة تحت الصفر قال رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنصيق الشؤون الإنسانية خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إن الهجمات على البناء التحتية للطاقة في أوكرانيا قد أدت إلى مستوى جديد من الاحتياجات التي تؤثر على البلاد بأكملها وتؤدي إلى تفاقم لاحتياجات ناجمة عن الحرب أعلن البنك الدولي أن ديون الدول الأنامية قد زادت بأكثر من الضعف خلال العقد الماضي لتصل إلى 9 ألاف مليار دولار في عام 2021 جاء ذلك في تقرير البنك الدولي السنوي حول الديون في تقريره السنوي حول الديون أعلن البنك الدولي أن ديون الدول النامية زادت بأكثر من الضعف خلال العقد الماضي لتصل إلى 9 ألاف مليار دولار في عام 2021 ووفقا للمؤسسة الدولية فإن حوالي 60% من أفقر البلدان توشك على مواجهة أزمة ديون أو أنها تواجهها فعلا لا سيما في ظل انخفاض قيمة عملتها ومن الصعوبات الإضافية التي تواجهها أكثر البلدان فقرا أنها تنفق حاليا أكثر من 10% من دخلها السنوي من الصادرات لسداد ديونها وهو أعلى مستوى منذ بداية الألفية الثالثة وفي العام الحالي فإن البلدان التي يمكنها الاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي عليها أن تسدد أكثر من 62 مليار دولار على أن يخصص سلس هذا المبلغ للصين مع تغير تركيبة دائن البلدان النامية بشكل كبير الديون كانت حتى فترة قصيرة وبشكل كبير بأيدي الدول الأعضاء في نادي باريس الذي يشترك فيه حوالي 20 دولة منها مجموعة السبع وروسيا بينما أصبحت الديون حاليا بشكل أساسي بأيدي القطاع الخاص وبنسبة 61% هذا ويؤدي تعدد الجهة الدائنة إلى زيادة التكاليف الاقتراضية للبلدان المعنية ويزيد من صعوبات إعادة هيكلة ديونها قبل أن تخرج عن السيطرة كما كان هو الحال مؤخرا في سريلانكا مع عواقب وخيمة في كثير من الأحيان على الدول المعنية وهناك مشكلة أخرى تتمثل بالمعلومات المتعلقة بالديون لا سيما بين الدول والتي غالبا ما تكون غير كاملة لغياب الشفافية وهو أحد أسباب وقوع الدول في أزمة كبيرة أعلن معهد البترولي الأمريكي أن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير وقالت مصادر أن مخزونات الخام ترجعت بنحو 6.4 مليون برميل الأسبوع الماضي وزادت مخزونات البنزين بنحو 5 ملايين و900 ألف برميل بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 3 ملايين و600 ألف برميل التسعى العجز التجاري الأمريكي بشدة في أكتوبر حيث أثر طباط الطلب العالمي وقوة الدولار على الصادرات قالت وزارة التجارة بالولايات المتحدة أن العجز التجاري زاد بنسبة 5.4% ليصل إلى 78.2 مليار دولار العجز التجاري الأمريكي التسعى بشدة في أكتوبر حيث أثر تباطئ الطلب العالمي وقوة الدولار على الصادرات وزارة التجارة من جهتها أعلنت أن العجز التجاري زاد بنسبة 5.4% ليصل إلى 78.2 مليار دولار الصادرات الأمريكية هبطت كذلك بنسبة 7.10% مسجلة نحو 256 مليار و600 مليون دولار هذا وقد بلغت مكاسب الدولار في وقت ما هذا العام أكثر من 11% مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة مقارنة مع نهاية ديسمبر 2021 وذلك نتيجة لأسرع دورة لزيادة أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي منذ الثمانيات في إطار مكافحته للتضخم وكان تراجع العجز التجاري أحد الأسباب الرئيسة وراء تعافي النمو الاقتصادي الأمريكي في ربع الثالث الاتساع الحاد في العجز في أكتوبر يشير إلى أن التجارة قد تضغط على الناتج المحلي الإجمالي في هذا الربع وعلى الرغم من ذلك فقد زادت الطلبيات الجديدة على المنتجات المصنعة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أكتوبر وسط نمو كبير للطلب على المعدات والألات والأجهزة وغيرها من السلع وتعززت طلبيات معدات النقل من خلال زيادة الطلب على الطائرات العسكرية والمدنية كما زادت طلبيات السيرات 1.7% تراجعت صادرات الصين ووارداتها في نوفمبر الماضي إلى مستويات غير مسبوقة منذ بداية 2020 في أجواء القيود الصحية التي أثرت على الاقتصاد وفقا لأرقام رسمية انخفضت الصادرات الصينية بنسبة 8.7% خلال عام واحد حسب الجمارك الصينية وتشكل هذه النسبة أكبر انخفاض يسجل منذ بداية الوباء في فبراير 2020 عندما كان النشاط متوقفا في الصين من جهة أخرى أدى خطر ركود في الولايات المتحدة وأوروبا إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة إلى إضعاف الطلب على المنتجات الصينية تراجع مؤشر نيكاي الياباني لأدنى مستوى له في أربعة أسابيع وذلك مكتفيا بحركة بيع شهدتها أسهم التكنولوجيا في وولستريت لأن مكاسب أسهم قطاع السيارات تساعدت في الحد من الخسائر أغلق نيكاي على تراجع بنسبة 72 من 100% وقد ألقى هذا التراجع في أسعار النفط الخام بثقله على أسهم شركات الطاقة ما جعلها الأسوأ أداء بين المؤشرات الفرعية على نيكاي بتراجع بنسبة وصلت إلى 1.29 من 100% كما كان مؤشر التكنولوجيا من أكبر الخاسرين بهبوط وصل إلى 72 من 100% وأنهى المؤشر توبيكس الأوسع نطاقا التدولات على تراجع بنسبة 1 من 10% اتهمت الصين واشنطن بمحاولة التضليل وتضخيم الخطر العسكري الذي تمثله بكين جاء ذلك ردا على تقرير البينتاجون الذي أشار إلى أن حجم الترسانة النووية لبيكين سيزداد ثلاثة أضعاف بحلول 2035 تكهنات لا أساس لها من الصحة ومحاولة للتضليل بهذه الرسالة ردت الصين على تقرير وزارة الدفاع الأمريكي البينتاجون الذي ذكر أن حجم الترسانة النووية لبيكين سيزداد ثلاثة أضعاف بحلول عام 2035 بكين اتهمت واشنطن بتضخيم الخطر العسكري الذي تمثله الدولة الأكثر تعدادا للسكان في العالم واعتبر المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تان كيفي أن التقرير يشوه سياسة الدفاع والاستراتيجية العسكرية لبيكين مشيرا إلى أن ذلك خدعة مألوفة للولايات المتحدة للتضليل وتضخيم لما يسمى بالخطر العسكري للصين تان أكد أن الولايات المتحدة توجه اتهامات وتبس تكهنات بشأن تحديث القوات النووية للصين في وقت يجب على واشنطن أن تراجع سياستها النووية بعمق بحسب تعبيره كما اعتبرتان أن واشنطن تتدخل بشكل فاضح في الشؤون الداخلية للصين فيما يتعلق بموقفها تجاه تايوان وهو أحد أسباب تراجع العلاقات الأمريكية الصينية وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أصدرت الأسبوع الماضي تقريرها السنوي حول القوة العسكرية الصينية وجاء فيه أن الجيش الصيني سيمتلك على الأرجح قرابة 1400 رأس نووية خلال 13 عاما إلا أن هذا المخزون يبقى أدنى بكثير مقارنة بالولايات المتحدة وروسيا التي تمتلكان آلاف الرؤوس النووية وذكر تقرير بنتاجون أيضا أن ممارسات الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي تزداد قصرية وعدوانية مشيرا إلى أن الجيش الصيني سيواصل على الأرجح ضغوطه العسكرية بموازات ضغوط دبلوماسية وإعلامية واقتصادية سعيا لإجبار تايوان على الاتحاد معها وفي غصص الماضي زارت نانسي بلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي حينها تايوان في واقعة أجاجة التوترات وردت عليها الصين بإجراء مناورات عسكرية غير مسبوقة في المياه المحيطة وأطلقت عدد من الصواريخ سقط البعض منها في منطقتها الاقتصادية الخالصة فيما يكرر الرئيس الصيني شي ييم بينج وكبار المسؤولين العسكريين أن مسألة توحيد الصين في نهاية المضاف مع تايوان أمر لا مفر منها ولكن الولايات المتحدة تعهدت بتزويد تايوان بوسائل الدفاع عن نفسها في حال حدوث تدخل عسكري من جانب الصين أعلنت السلطات الألمانية تفكيك شبكة إرهابية يشتبه بتخطيطها لمهاجمة البرلمان واعتقالي 25 شخصا يشتبه بانتمائهم لمنظمة متطرفة تطلق على نفسها مواطني رايخ وقد أوضح المدعي العام الألماني أن الحملة الموسعة قد شاملت 11 ولاية مشيرا إلى أن أفراد المنظمة يشتبه بتخطيطهم للقيام باستعدادات ملموسة لاقتحام البرلمان مع مجموعة مسلحة وقالت مصادر ألمانية إن من ضمن المشتبه بهم جنديا بالقوات الخاصة للجيش وعددا من جنود الإحتياط مشيرة إلى أنهم يواجهون تهمة الإعداد لإسقاط الدولة رغم ما شاهده العالم من تحديات طالت أعتى الأنظمة الاقتصادية نجح الاقتصاد المصري في الصمود أمام تلك التحديات بصلابة ومرونة أشادت بها المؤسسات الدولية والإقليمية وفي هذا الإطار استعرض مجلس الوزراء جهود دعم الاقتصاد المصري وما حققه من إنجازات خلال الفترة الماضية وذلك ردا على بعض الإدعاءات التي تشكك في قوة وصلابة الاقتصاد المصري وأدايا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة استضافت القاهرة الاجتماع الثامن لوزراء منظمة منتدى غاز شرق المتوسط الذي شهد تسلم مصر رئاسة الدورة القادمة للمنتدى خلال عام 2023 من قبرص التي تترأس النسخة الحالية للمنظمة هذا العام تناول الاجتماع إنجازات المنتدى خلال العام الجاري ومن بينها الانتهاء من إعداد وإقرار استراتيجية المنتدى طويلة الأمد التي تتضمن وضع خطط لتحقيق أهداف المنتدى التي تتضمن تنسيق التعاون في الانتقال العادل نحو الطاقة الخضراء وتعزيز التعاون في مجال خفض الانبعاثات وإزالة الكربون من صناعة الغاز والتي جاءت على رأس أولويات مشاركة منتدى في فعاليات يوم خفض الانبعاثات الذي عقد للمرة الأولى خلال قمة المناخ التي استضافتها شرم الشيخ ووافق الاجتماع الوزاري أيضا على تشكيل اللجنة الاستشارية العلمية والفنية التي اقترحتها قبرص لحجد المعرفة والخبرات المتاحة بالمؤسسات لا سيما في مجال إزالة الكربون من قطاع الطاقة والتخفيف من تدعيات تغير المناخ للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من مقر عقاد الاجتماع الوزاري الثامن لمنتدى غاز شرق المتوسط مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس كريم بعد تحية لك أن تضعنا في كل وأبرز التفاصيل التي تناولتها تدعيات الاجتماع الوزاري من مناقشات نعم تحياتي لك ريهام تحياتي لك يوسف وتحياتي لجميع السادة المشاهدين ربما بالفعل ريهام كما ذكرتي هو الاجتماع الوزاري الثامن لمنتدى غاز شرق المتوسط وهو الأخير في هذا العام والتي تسلمت مصر فيه رئاسة هذا المنتدى بعد كانت رئاسته تقع تحت رئاسة قبرص وزيرة الطاقة هناك نتاشا بيليدس والتي سلمت اليوم الرئاسة للمهندس طارق ملة وزير البترول المصري بالطبع هذا الاجتماع بدأ منذ صباح اليوم ومنذ الثامنة من صباح اليوم ونوقش في هذا الاجتماع العديد من الملفات منها بالطبع الاقتراح الخاص بالجانب القبرصي وهو إنشاء اللجنة الخاصة ولجنة التنمية واللجنة الفنية والتقنية للتعامل مع التغيرات المناخية وأيضا تقليل الانبعاتات الخاصة بالغاز الطبيعي خصوصا بعد اللجنة الخاصة التي شاركت في كاب 27 مؤتمر المناخ والذي خصص يوم خاص لتخفيض الانبعاتات الكربونية ولكن أيضا كان هناك بعض اللجان التي خرجت عن هذا الاجتماع مثل اللجنة الاستشارية الخاصة بالصناعة الصناعة الغاز هذه اللجنة أيضا هي لجنة الشارية دائمة مستدامة مع المنتدى وهي أيضا هدفها التوصل للأهداف الخاصة بالمنتدى وهو استخراج 132 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي خلال السنوات القادمة مع الاحتفاظ بفكرة التحول الأخضر وتقليل الانبعاتات الكربونية الخاصة بالغاز الطبيعي وكان هناك أيضا لجنة أخرى خرجت بها هذا الاجتماع وهي لجنة الاستشارية جديدة للأبحاث والتنمية وهي لجنة تضم الدول الأعضاء وأيضا بعض الدول المراقبين داخل هذا المنتدى والذين سيعملوا سويا على الخروج بأفكار جديدة تخص التعامل بالغاز الطبيعي وأيضا تخفيض الانبعاتات الكربونية الخاصة بالغاز الطبيعي أيضا تسلم مصر لهذا المنتدى رئاسة هذا المنتدى لعام 2023 أيضا كان له مدلول خاص خصوصا أن مصر الآن تسعى لتكون مركزا إقليميا لتصدير الغاز للقارة الأوروبية خصوصا في ظل للتربات الخاصة بالطاقة عالميا وخصوصا تسجيل الغاز في محطات إدكو ودمياط على سبيل المثال هنا في مصر ثم تصديرها بعد ذلك للقارة الأوروبية لذلك ملفات عديدة تمت مناقشتها اليوم في هذا الاجتماع وأيضا هذه اللجانة التي خرجت بها برئاسة قبروسية وأيضا وضع الميزانية الخاصة بالمنتدى خلال العام القادم والموفق عليها برئاسة مصرية ربما هذا كان أهم ما حدث خلال النقاشات اليوم والآن أعود إليكم مرة أخرى أشكرك جزيلا شكر مراسل التلفزيون المصري كاريم بيبرس شكرا جزيلا على هذه المتابعة الوافية شارك الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستشار محمد عبد الوهاب شارك في وضع حجر الأساس لأول مصنع لإحدى الشركات العالمية في مجال الأجهزة المنزلية بمنطقة الشرق الأوسط ويقام المصنع باستثمارات تقدر بقيمة 100 مليون دولار بمدينة العاشر من رمضان وعقب وضع حجر الأساس أعرب رئيس التنفيذي للهيئة عن تقديره لبدء الخطوات التنفيذية لإقامة المصنع الجديد واختيار الشركة لمصر كوجهة استثمارية لتنفيذ مشروعها في مجال إنتاج الأجهزة المنزلية الكهربائية بمدينة العاشر من رمضان وعلى مساحة 120 ألف متر مربع وما يمثله من أهمية في توطين صناعة الأجهزة المنزلية ووضع مصر كمركز إقليمي للتصدير إلى الدول المجاورة إلى حياة كريمة حيث شدد وزير التنمية المحلية هشام أمنى على أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية على أرض محافظة الفيوم لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة للمواطنين خلال لقائه محافظة الفيوم أحمد الأنساري تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي يتم تنفيذها في 63 قرية بمركزي إطصى ويوسف الصديق هذا وسيتم تنفيذ حوالي 1318 مشروعا في مختلف القطاعات الخدمية لمياه الشرب والصرف الصحي والطرق والاتصالات والمجامعات الخدمية الحكومية والزراعية والشباب والرياضة والصحة والتربية والتعليم ومشروعات الإدارة المحلية من نقاط إطفاء وأسواق ومواقف سيارات تواصل مدرية الصحة بالمينية تنفيذ سلسلة من القوافل الطبية والعلاجية في القرى الأكثر احتياجا على مستوى مراكز المحافظة يأتي ذلك في إطار سعي القيادة السياسية لتحسين صحة المواطنين والتيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية المجانية أسفرت القافلة عن توقيع الكشف الطبية على 1796 حالة مترددة وصرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات انطلقت قافلة طبية مجانية بمدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية ضمن مبادرة رئيس السيسي حياة كريمة تم الكشف خلالها على ما يقرب من 1100 مواطن خلال يومين وتأتي هذه القافلة ضمن خطط القوافل الطبية المجانية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومن أخبار كأس العالم كتب المغرب التاريخ بتأهله إلى ربع نهاية كأس العالم بعد تخطي عقبة إسبانيا بركلات الترجيح ليصبح أول فريق عربي يظهر في دور الثمانية أخرجت ضربة ترجيح أشرف حكيم الأخيرة في مرمى حارس منتخب إسبانيا لكرة القدم ونيسيمون عشرات الآلاف من المغاربة إلى شوارع عدد من العواصم العالمية احتفالا بتأهل وسود الأطلس إلى ربع نهاية كأس العالم وكتب المغرب التاريخ بتأهله إلى ربع نهاية كأس العالم بعد تخطي عقبة إسبانيا بركلات الترجيح ليصبح أول فريق عربي يظهر في دور الثمانية وفي الوقت الذي سادت فيه الاحتفالات ساحات وشوارع المملكة المغربية خارج المئات من المقيمين المغاربة في مختلف دول العالم إلى الشوارع من أجل التعبير عن فرحاتهم مباراة هذه فرحاتنا في إسبانيا لحقاش احنا كنا محتاجين في حالة الغلبة هذا اللي كيجعل مغاربة يكونوا تايقين فرحاتهم منها في إسبانيا وبالزبد حاجات يعني كتاجين لهم بالزب أحنا كتشوف كانوا ينتقدونك يقولوا باللي إحنا عاملوا الشغاب في حالة عاملوا في برجيقى وهذه وهذه ما كان شي بلس الحمد للهنا ينفهماننا في إسبانيا وعيا في غربة لنا مشي ومدليهين وتمنى إن شاء الله نتأهلون فينا والله أنه نحنا كتير فرحانين بهالفرحات شعوري ما بين صف يعني تعذبنا عزاننا خد تيكيت البارح بس في الأخير الفرق الوحيد العربي ونحن الفريق فرحانين العربي اللي مصل لها المصدر فرحة كتير أنا فرحات كتير كتير والله أشهد لأن الحمد لله المنتخب المغربي شرفنا وشرف الكورة الإفريقية وشرف العرب كان عامة الحمد لله هاتشي كان هديه الحمد لله مع البرتغال التي فازت على سويسرا بستة أهداف لهدف ضمن منافسات دور الستة عشر في مباراة يأمل فيها ليس فقط الشعب المغربي بل الشعوب العربية تكرار هذا الإنجاز التاريخي وبهذه الفرحة المغربية العربية تنتهي نشرتنا وتبقى التذكرة بالعنوية الرئيس السيسي يشهد اختبارات كشف الهيئة للطلب الجدود المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية والكليات العسكرية جذبا للإستثمارات الأجنبية المباشرة مدبولي يشهد التوقيع على مثكرات تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لافروف يتهم حلف النيتو بالتخلي عن النهج الدفاعي ويعتبر أوكرانيا أرضا مناوئة لبلاده بسبب سلوك الحلف وصلنا إلى ختام نشرة الثالثة على شاشة التلفزيون المصري شكرا على طيب المتابعة وادونتم في أمان الله إلى اللقاء